ارتفع عدد الوفيات بوباء إبولا إلى 7373 في الدول الثلاث الأكثر تضررا في غرب أفريقيا حسب ما أفادت منظمة الصحة العالمية وقالت المنظمة الأممية إن 500 حالة وفاة جديدة حدثت السبت فيما زادت حالات الإصابة على 19 ألف حالة جراء أسوأ إصابة بهذا المرض القاتل في غينيا وليبيريا وسيرليون منذ نشرة المنظمة الأرقام السابقة في 17 ديسمبر وسيرليون هي الأكثر تضررا في حالات الإصابة بإبولا ما دفع الحكومة الإسبوع الماضي إلى بدء عملية كبيرة لاحتواء الوباء من ناحية أخرى تعهد الأمين العام للأمم المتحدة بنجيمون بدعم غينيا لمكافحة إبولا وقال إن الجهود العالمية تحدت من انتشار الوباء القاتل إلى حد كبير لكنه أكد أنه ما زال هناك حاجة لبذل مزيد من الجهد للقضاء على المرض وأشاد الأمين العام بموظف الرعاية الصحية الذين يحاربون فيروس إبولا أثناء قيامه بأول زيارة لليبيريا وسيرليون وغينيا ومالي بعد تفشي المرض محمد الجبالي رايتورس